السلام عليكم ورحمة الله جلد البلوف أو الفالف سيلز اللي هدور أساسي في تقليل استهلاك الزيت وكمان في تزييد بلوف الهوى والنار داخل المحرك وببساطة الجلد دي وظيفتها تمنع الزيت يوصل لغرفة الاحتراء ويدخلط مع خليط البنزين والهوى وده مهم علشان الاحتراء يفضل نظيف وكفاءة المحرك تفضل عالية كمان الجلد دي بتحمي الزيت من التلوث يعني بتمنع غازات الاحتراء انها ترجع وتوسخ الزيت اللي فراس السيلندر وعلشان تتحمل الظروف الصعبة دي بيتم تصنيع جلد البلوف من خمات قوية زي النيلون والمطاط والفولاز وأوقات بيتم دمجهم مع بعض في تصميم معقد وكوي جدا علشان تشتغل بكفاءة عالية في درجات حرارة عالية ولكن لو الجلد دي تلفت الزيت هيبدأ يدخل داخل غرفة الاحتراء ويتحرق ووقتها هتلاحظ دخان أزرق من الشاكمان كمان البجهات هتتأثر وتتوسخ برواسب الكربون وده كله بيأثر على أداء المحرك وعمره وعلشان كده لو حصلت الأعراض دي لازم تغير جلد البلوف فورا وعلى فكرة مش كل الجلد شكلها واحد الأنواع الأصلية والممتازة ممكن تتحمل حرارة توصل لمتين 25 درجة مئوية لكن الأنواع الرضيئة ممكن تتلف عند 120 درجة مئوية بس يعني باختصار جلد البلوف لها دور أكبر بكتير من اللي الناس متخيلاه ولما تتلف بتسبب مشاكل ممكن توصل لتلف كبير في المحرك وعلشان كده في حلقة النهاردة هنتكلم عن أهم الأعراض اللي بتوضح أن الجلد دي بدأت تتلف وأهم الأسباب اللي بتقدي لتلفها وكمان الفرق بينها وبين تلف الشنابر اللي ممكن يحير ناس كتير يلا بينا نبدأ يلا بينا ايه هي علامات تلف جلد البلوف؟ دي أكتر العلامات الشائعة اللي بتدل على أن جلد بلوف المحرك تلفة واحد خروب دخان أزرق أو رماضي من الشاكمان من أوضح العلامات اللي ممكن تلاحظها لو جلد البلوف تلفة هي أنك تلاقي دخان أزرق أو رماضي بيطلع من الشاكمان وخصوصا أول ما تشغل السيارة الصبح بدري واللي بيحصل ببساطة أن فيه شوية زيت بيكونوا متجمعين فوق راس السيلندر ولما السيارة تفضل فترة طويلة بدون تشغيل الجلد دي بتبرد وتنكمش وده بيخلي في فجوة صغيرة الزيت يتصرب منها لغرفة الاحتراء ولما تشغل السيارة الزيت ده بيتحرق مع البنزين فيطلع معاه دخان لونه أزرق أو رماضي وده بيبان أكتر في أول دقيقة من التشغيل كمان لو فضلت سايب السيارة شغالة وهي وقفة لفترة طويلة وبعدين دست بنزين هتلاحظ نفس الدخان بيطلع تاني من العادم وده برضو علامة أن الجلد محتاجة تتغير اتنين وجود كربون على البجهات لما تلاقي البجهات متسخة أو عليها طبقة كربون سميكة فده ممكن يكون سببه أن زيت المحرك بدأ يوصل لغرفة الاحتراء بسبب تلف جلد البلوف واللي بيحصل أن الزيت بيتصرب ويوصل لبلوف الهوى ومع الوقت بيتكون كربون على البجهات نفسها والمشكلة مش بس في التلوث لكن كمان تراكم الكربون ده بيزود الضغط داخل المحرك وده ممكن يوصل في الآخر لتلف كبير في المحرك تلاتة نقص زيت المحرك لو بتلاحظ أن زيت المحرك بيقل بشكل أسرع من الطبيعي فده ممكن يكون سببه أن جلد البلوف تلفة والزيت في الحالة دي ممكن يتصرب لداخل غرفة الاحتراء ويتحرق وده بيخليه ينقص من غير ما تلاقي أي تسريب ظاهر وعلشان تتأكد رائب مقياس الزيت كل فترة ولو لقيت أن الزيت بيقل بسرعة لازم تفحص جلد البلوف طيب إيه هي أسباب تلف جلد البلوف في أكتر من سبب ممكن يسرع تلف جلد البلوف ودي أهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها واحد عمرها الافتراضي جلد البلوف ممكن تكمل معاك أكتر من 240 ألف كيلو متر في الظروف العادية ولكن في النهاية هتتآكل مع الوقت وتبدأ تتلف اتنين الإهمال في تغيير الزيت لو ما بتغيرش زيت المحرد بانتظام فده ممكن يسبب تلف الجلد بدري جدا عن عمرها الطبيعي لو الفني مركبهاش بطريقة صحيحة الجلد ممكن تتلف بسرعة حتى لو كانت جديدة وده بيحصل كتير بعد فترة قصيرة من التغيير طيب إيه الفرق بين جلد البلوف والشنابر؟ علشان نفهم سبب المشكلة لازم نعرف الفرق بين جلد البلوف والشنابر ودي أهم الفوارق بينهم أولا الشنابر وهي حلقات معدنية صغيرة بتكون حوالين البساتم ووظفتها الأساسية إنها تحافظ على ضغط الزيت داخل المحرك وكمان تتحكم في كمية الزيت اللي بيستهلكها المحرك أثناء التشغيل ثانيا جلت بلوف المحرك ودي بتكون حوالين بلوف السحب والعادم أو الهوى والنار ووظفتها تمنع الزيت إنه يدخل غرفة الاحتراء ويختلط بالوقود والهوى وكمان تمنع رجوع الغازات المحترقة للسيلندر أما الفوارق بينهم من خلال تشخيص الأعطال فهتلاحظها من خلال النقاط دي واحد خروج دخان أزرق من الشاكمان لو الدخان الأزرق طالع بشكل مستمر وكسيف فده غالبا من الشنابر ولكن لو الدخان بيظهر بس أول ما تشغل السيارة الصبح وبيختفي بعدها يبقى المشكلة غالبا في جلد البلوف اتنين نقص زيت المحرك لما الشنابر تتلف الزيت هيقل بسرعة وهتضطر تزوده باستمرار أما لو الجلد هي اللي فيها مشكلة فالزيت هيقل برضو بس بمعدل أقل شوية تلاتة ضعف العزم وفقدان التصارع تلف الشنابر بيأثر على ضغط الاحتراء داخل السيلندر فهتلاحظ إن السيارة بقت تقيلة وما فيش تصارع ولكن جلد البلوف مش هتأثر على الأداء بنفس الشكل ده أربعة انخفاض ضغط المحرك ودي العلامة الفصلة لو عملت اختبار ضغط للمحرك وطلع منخفض فده دليل قوي على إن الشنابر فيها مشكلة مش جلد البلوف في نهاية حلقتنا نكون وضحنا أهم المعلومات اللي محتاج تعرفها عن مشاكل وأعطال جلد بلوف المحرك وإزاي تقدر تلاحظ العلامات اللي تقولك إن فيه مشكلة محتاجة صيانة أو إصلاح وافتكر دايماً إن المتابعة الدورية والتشخيص بشكل مبكر بيساعدوا إنك تتجنب مشاكل أكبر وتوفر على نفسك مصاريف كتير شكراً لمتابعتكم واستنونا في حلقة جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة